خلال دورته العادية لشهر فبراير الجاري صادق المجلس الجماعي لمدينة الداخلة على اتفاقيات شراكة همت مجالات الفلاحة والرياضة والميزانية وتثمين التراث البحري والتراث المغمور بساحل الجهة وفي بداية هذه الدورة جرى تقديم عرض حول الحصيلة السنوية لمنجزات المجلس خلال سنة 2022 بعد ذلك تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات من أجل إنجاز مشاريع لتسويق المنتوجات الفلاحية بجماعة الدخلة كانت فرصة من أجل أنه يتم مناقشة مجموعة من الاتفاقية لكتهم الساكنة ما فيها اتفاقية من أجل إنجاز مجموعة من الأسواق القرب وأسواق التي تهم الحياة اليومية للساكنة ما فيها سوق الجملة المجزر الجماعي الأكستنسيون ديالها أسواق القرب التي تهم مجموعة من الأحياء مدينة الدخلة أيضا هناك التفاقية التي تتعنى بالمجال الرياضي والتي تهم إنجاز ملعب القرب إعادة تهيئة المسبح العمومي الجماعي ديال مدينة الدخلة المجلس الجماعي لمدينة الدخلة تدارس كذلك وصادق على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تتعلق بإحداث وتأهل المرافق الرياضية بمدينة الدخلة كما تدارس أعضاء المجلس وصادق على مشروع اتفاقية مع جمعية السلام لحماية التراث البحري ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطع الثقافة حول حماية وتثمين التراث البحري والتراث المغمور بساحل جهة الدخلة وادي الذهب ومن جهة أخرى تدارس المجلس وصادق على تحويل اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية برسم سنة 2023 لإعادة برمجتها من جديد